السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فضلين معي معك بحسين العراب شيع ولا سنية بحسين شيع اي حد النخاع يهم مش عايزين لحد النخاع عايزين لحد سؤالنا النهاردة عندك ردة علي نعم بالنسبة لموضوعك عاظ الحادث من القرآن طبعا هذي واحدة من قاعد احنا قلنا القاعدة الاولى عذل عرض على القرآن يا بحسين احنا بنتكلم نارضه في اول قاعدة حلقتنا النهاردة تشمل اول قاعدة فقط انا قلت ثلاث قواعد هدف التشييع قلت القاعدة الاولى العرض على القرآن تانية العرض على السنة التالتة ما خالف المخالف يعني أي حديث يأتي في كتب المخالفون فلا تعملوا به لديك الرواد دي ليس الثلاث خواعد التي تعتمدوا عنها اسمعني الآن أول قاعدة العرض على القرآن اسمعني اسمعني يا حبيبي اسمعني يا عمي افهم ثم تكلم هسيبك تتكلم يا عم هسيبك تتكلم الآن أنا معك بس في أول قاعدة العرض على القرآن هل عقيدك العصمة إذا عرضناها على القرآن توفق القرآن أم تخالف القرآن فضل طبعا توافق القرآن دين الدليل القرآني يعني على عصمة على عصمة رسول الله على عصمة الأنبياء عصمة الأنبياء جميعا أطيع الله وأطيع رسول ما آتاكم الرسول فخذوه طبعا مطلقة لم تقيد كم نعم بالنسبة للعرض على القرآن طبعا ليس فقط من العرض على القرآن أولا وضاقة راوي يجب أن يكون راوي ثقة سيبك بالكلام ده سيبك بالكلام ده اسمع بس اسمع اسمع بلاش تخش معي في الموضوع ده اسمع 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 بس يا بو حسين يا بو حسين فضلا وليس أمر ما تخرجش عن نقطة البحث نهاردة كلامي في العرض على القرآن أنت وقلت لي أيت أطيع الله وأطيع الرسول هذه القاعدة معناها عصم مطلقة يعني أنا أي واحد يقرأ يا عم اسمعني أي واحد يقرأ أطيع الله وأطيع الرسول تمام يفهم منها نعم إن الأنبياء معصومين من الخطأ والسهو والنسيان نعم 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 يعلم منها لأنها مطلقة لأنها مطلقة وأذا أنت تعترض عليك أن تعطيني القيد من الآية أعطيني القيد تعين الله يقول يا أستاذنا يا أستاذنا ركز معي أنت بتحط القاعدة ثم بعد ذلك أنا أبين لك أنا أصلا هنا نقض القاعدة إذا كان كل قول للنبي صلى الله عليه وسلم مطلق كما أنت تدعي لماذا قال القرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك أخي أولا أنت جاءت عارض القرآن ثانيا هذه الآية ليست تحريما شرعيا يا عمي أنا أكلمك شوف سؤالي إذا كان كل قول وفعل للنبي مطلق التحريم ليس شرعيا يا أستاذنا يا أستاذنا ركز إذا كان كل قول وفعل مطلق بي قول الله وقول الرسول ليس فيه تقييد لماذا نفس القرآن أنت تشهد به الآن الإطلاق وعندك دليل على العصمة المطلقة من الخطأ والسهو والنسية فإذا القاعدة هذه من الآية معين أي واحد يقرأ هذه الآية لا يفهم اللي أنت بتفهم ولكن أنا هتماشى معاه الآن قلت له هات للتقييد فقلت لك الآن عندما قال الله تمام يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إذا كان القول هنا من النبي والفعل من النبي مطلق بعصمة كيف قيد القرآن فعل النبي فضل أولا رسول الله لم يأمر الأمة بالتحريم هو حرم على نفسه حرم على نفسه ليس تحريم شرعيا حرم في قصة معروفة أنه حرم العسل على نفسه أنا لا أتحدث يا عمي أنا لا أتحدث يا أبو حسين يا أبو حسين يا أبو حسين أنا لم أتحدث في التحريم الشرعي ولا تحريم على نفسه أنا بتكلم في نقطة افهم لم يكن معصوم معصوم مطلقة افهم ثم تكلم افهم ثم تكلم الآن نتحدث في العصمة مطلقة للأنبياء جميعا من هذا القرآن ليس عصمة النبي فقط الآن الآن أنا بفهمك لعلك أنت تفهم أنا سألتك سواء سألتك سواء الآن جاوبني بعقيتك كنا بمطلقة معصوم معصوم يا عمي اسمع 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 جاوبني بعقيتك يا أخي اسمع 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 الآن أنت بتدعي العصمة المطلقة بآية في هذا القرآن نعم وأنت يا الله يا ولي الصابرين طب هتتكلم كثير ورح أفل في وش لا هتتكلم بعقيتك هتفهم ما لك شاء الله عقيتك عقيتك جيت تتأني فيها في برنامج جيت رح سؤالك لك أن تسأل ما شيء أنا اليوم من أسأل ولا أسأل الآن أنا من أسأل ولا أسأل أنا الآن بسألكم سؤال في القاعدة الكبرى اللي أنتو حططوها بعرض الرواية على القرآن وعرض العصائب على القرآن الآن سبك من بس من الأسوبي الإفلاز الآن سؤالي واضح عندما قيد فعل النبي أين كانت عصمته المدعاء عند الشيعة الإثنى عشرية تفضل أين كانت عصمته المدعاء بقولك أطيع الله وأطيع الرسول أين كانت عصمته المدعاء عند الموقفية ده فعله نعم أتناقش معك بعد أعطيني أنت عقيتك ما لكش دعب عقيتك أنا الآن أناقش قاعدة عرض الحديث على القرآن وعند الشيعة الإثنى عشرية عندك استعداد تكمل وتثبت هذا معي تفضل الزناءت ومش عارف ترد قل لي يا أشرف أنا مش عارف أرد عليك تمام؟ يعني القرآن وهذا اللي بيقولك كل قول وفعل للنبي مطلق قيد الفعل القرآن قيد فعل من أفعال النبي ده كلامي ولا كلام القرآن ده كلام القرآن تمام؟ الله قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى ده كلام القرآن الله قال وعصى آدم ده كلام القرآن تمام؟ الله قال أن موسى نسى ده كلام القرآن يبقى إذن أنت مطالب اليوم بإثبات تلك العصمة من تلك الآيات التي تحتاج إلى تفسير آيات واضحة في هذا الكتاب أنت بنعرض عليها دينك ليس تسألني في ديني سألني في ديني بفتح برنامج اسم مصطرح سؤالك يوم الأربع ويوم الخميس تسأل فيه الشيعة ما شاء فتحت أنا الجمعة والخميس ما شاء الله سبتكم تسألوا فيما أنتم تسألوا مو بجاوب عليكم فعندك رد أبو حسين آخر مرة تفضل يا أبو حسين ها ميش يا أبو حسين أبو حسين ميش مع السلامة أبو حسين أنا بيحترم الشيعي اللي هو بيحترم علمه ويروح ماشي